تحت رعاية النائب الأسقفي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك الإرشمندريت الدكتور بسام شحديت نظم المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب التابع لمطرانية الروم الكاثوليك لقاء تنشئة رعوي لمنصقي شبيبات المملكة بعنوان كونوا لي شهوداً وشارك في اللقاء الذي أقيم في مقر المجلس بمرج الحمام عدد كبير من شبيبات المملكة في أم السماق وماركا وإربض والحصن والمفرق والعقبة والفحيص والسماكية ومرج الحمام وجبل الحسين وتخلل اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز الانتماء الروحي الرعوي للشبيبة تقديم العديد من الفقرات الترفيهية والنشاطات الروحية المتنوعة من جهته أشاد المرشد الروحي للمجلس الأب مودي هنديلي بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات الدورية التي تعزز القيم الروحية لدى الشبيبة الرعوية نظم المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب برنامج لقاء تنشئ أول لمسؤولي شبيبات المملكة وكان تحت عنوان كونوا لي شهودا وأخذنا اليوم شعار الآية توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك بسفر الأمثال الفصل الثالث وهاللقاء جمع معظم مسؤولي شبيبات المملكة من الشمال من الجنوب وتضمن هاللقاء محاضرات تنشئ حلقات نقاش وأيضا صمت وتأمل واعترافات وكان ختامه في القداس الإلهي وبدورنا إحنا إن شاء الله دائما منحب نلتقي مع أبنائنا أعضاء الشبيب الكرام حتى يكون لهم دور فعال وحيوي في كنيستهم ومنشكر نور سات هالقناة الرائدة في مواكبة كل أحداثنا وكل نشاطاتنا في المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب كنيسة بلا شباب كنيسة بلا مستقبل فدائما إحنا بهمنا أنه نقدر نضلنا نشحن هذول الشباب لحتى يقدروا يشتغلوا بشبيبتهم ويظلهم أواية بشبيباتهم وبكنيستهم على صعيد متصل احتفل المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب للروم الكاثوليك بافتتاح المقر الدائم لهم في منطقة مرج الحمى حيث ابتدأ الاحتفال بقداس إلهي ترأسه المطران إليح حداد المدبر الأبراشي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن بحضور عدد من الأباء الكهنة والشمامسة والراهبات وجموع المؤمنين وتحدث المطران حداد في عذة القداس عن دور الشباب في خدمة الكنيسة مبينا أن الكنيسة بلا شباب كنيسة بلا مستقبل جميل أن يكون بيننا شبان وشبات يعطون وقتهم قناعاتهم طاقاتهم للكنيسة للأبراشية وهذا مدعاة افتخار لنا فهنيئا لنا بكم يا شبانا وشباتنا إنكم فعلا فخر الأبراشية أود في هذه الذبيحة أيضا أن أشكر النورسات سيدة باسمة على كل ما تقدمونه وإني أرى التلفزيون في لبنان يتهافت دائما على أخبار الأردن وأنا رسولكم في لبنان وأنتم رسولي في الأردن وهذا ما كل مرة لبناني بدوا يشوف التلفزيون والديس من الأردن أو حدث من الأردن بيجوا بيخبروني وكأني أردني أفتخر أني أريد أن أكون أردن وقدم أعضاء المجلس الطلبات ورفعوا التقادم إلى مذبح الرب على نية الرعاية وأعمالهم ونشاطاتهم في المجلس لخدمة الكنيسة دائما وبعد ختام القداس الإلهي توجه المطران حداد والأباء الكهنة وجموع الحاضرين لافتتاح المقر ومباركته وتكريسه برش الماء والصلاة فيه ثم التأم الجميع في قاعة الكنيسة حيث ألقى المرشد الروحي للمجلس الأب هنديلي كلمة شكر فيها المطران إلي حداد والأبجر شريحة على جهودهما في خدمة الرعية وفي ختام الاحتفال شكر سيادة المطران حداد الشباب وكاهن الرعية على نشاطهم الدائم كما خص بالشكر مكتب فضائية نورسات في الأردن على جهودهم التي يبذلونها والتقى بعد ذلك أعضاء المجلس وسيدات الأخاوية والشبيبة وكافة أبناء الرعية ترجمة نانسي قنقر